دائما كمراجعة للحلقة الماضية شفنا كيفاش كانت تدواش كيدوم خمسة دقيق بمعدل دقيقة وحدة لكل هيكل بشري ويقدر يوصل مع الوقت مع التوقف العقبي والركالات وسبان لثمانية دقيق وملي كيجي والحجاج دياللي كيبقوا يسولون على الأجواء ديال الصباح مراها كان رجع عن التكل دي مع الفراش ومعاي السكوات دياللي والعجز والغضب والتحنسير والخوف خرجت معاكم في استرجاعي للذكريات المور سبتمبر الكحل والحملة ديالنا مع الفلسطينيين وكيفاش بديت كان فهم الفرق بين الصهيونية واليهودية والعلاقة بين الصهيونية والإمبريالية شفنا كيفاش بديت كان لتازم مني الراصيل بالمهمات النضالية في إطار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب فكانت طوع ديما باش نساهم في الأنشطة ديال الجنات العامل الدائمة من أجل فلسطين كنكتب النصوص ولا نترجمها من العربية الفرنسي ولا نعلق الملصقات ديال الحيوط ونوزع البلاغات السياسية فولا وصحابي كاملين من المناضلين درنا الاجتماع اللي نقشنا فيه غي واحد النقطة وهي تحريفية حزب التحرر الاشتراكية والآفاق الثورية ووصلنا لديك الخلاصة اللي كتحييد الثورية الحزب التحرر الاشتراكية وشفنا كيفاش خلت الممارسات البيروقراطية والانتهازية دياله يغرق في الإصلاحية والبرجوازية العامقة وتابعوا الاجتماعات في أفق التغيير الثوري شفنا شنو هما النشاطات اللي كانوا عندنا سرية والنشاطات اللي كانوا عالنية بحل محاربة الأمية والجبهة اللي انشئناها في 1970 في الصفوف ديال أوطين وبالفضل ديال هات الجبهة ديالنا المحلية قدينا نضموا عندنا المناضلين ديال الاتحاد الوطني طالبات المغرب في تولوز فكنا كانوا نوجدوا البرنامج الطلابي وكان رميوه بين صحابنا في الجبهة وكيلقوها الطائحة عليهم من الفوق وفيها مهام مواجدة شفنا كيفاش تحولت في الخلية العضو السيري وملتازم ومتصلب فشفنا كيفاش كان حاميم متوقع مني هاد شي مهار ستقطبني وشفنا كيفاش حطيت في الاجتماع واحد الفكرة غابية وبغيتهم يشرحوا للمواقف ديال ستالين والحزب الشيوعي السوفيتي مجهة الحركات المسلحة اللي قادوا هالشيوعيين في إيطاليا واليونان والشي اللي خلال الرافق باقي يتعصب ويرد علي بتهجم ومور ما تصمط بهاد النوع ديال إرهاب الثقافي اللي كيتهم أي واحد عبر على شي فكرة دياله وبالتخريب تعلمتنا نرجع للور وفي مايو الليونيو 1971 عرض الرافق باقي على الخلية المشكلة ديال جوج ديال الريفاق كيعيشوا كما قال في السر مع جوج بنات تروتسكيات واللي كنت أنا واحد منهم ولكن من ديسومبر 1970 تأكدت لوسيل باللي أنا مناويش ندوز بها الوقت ونسمح فيها فقررنا نسكن في شوق كرينها مع طلب آخرين في شارع فيلان وشفنا كيفاش كنت كنت تجنب قدر الإمكان لهضر على ستالين وتروتسكي أما الرافق باء فتعاملت معاه كقضية شخص معقد نوعا ما قدامي الفوق في السماء واحد الشمس حارة كتعميش شوف خاصني نغمض عيني الواحد المودة باش نقدر نشوف فيها مورا يا واحد البني كبير وكحل كان بعاد عليه شوية شوية بل يا واحد المجموعة ديال الناس في القنط ديال الشارع كي يشيروا لنا بالعلامات ديال الفرحة فين هي لوسيل ما كنشوف هاش تم الأصدقاء والآباء والأمهات ديال الرفاق وكي يعنقوا أولادهم آه ها هي ها هي في الطوموبيل ديك الطوموبيل اللي وقفة ما في القنط لوسيل كتدوري وكتطيح لك الجاردة من يديك وكتجري عندي كنعنقك بقوة وكنحس بيديك الباردة على عنقي كنشد وجهك بيديك وكنشوف عينيك العامرة بالحب والحرارة غيدخلت للطوموبيل اللي قيدخو يا سلام انكتوب عاطفة وسولته لبس عليك الدكتور دكتور ديال المستقبل الأستاذ العزيز وانت لبس قولي شو نزعليك خلينا دبا مندك شو الله يخليك بغيت نتلدد شوية بهد اللحظات الحاضرة بغيت ننسى الماضي واحد شوية خويك يشوف فيه بتفهم وما أنسيستاش عليها كنت كنسوق الطوموبيل في واحد الطريق معطرة بريحة زوينة في الجواني بديلو كين الورد بقاع الألوان انتي قال سحدي وحط رسك على سطري كان عنقك بيدي اللي مني الابتسامة ديالك الحنينة ويديك الباردين كيطلعوا لصدري فمك كيلصق بوجهي كان نهيج وكتقيسني التبوريشة كتقولي لي يا حبيبي بغيت نمارس معك الحب وكان قوليك حتى أنا بغيت قلتي لي يا داز وقت طويل وقلت ليك أنا هندك الحق ولكن لبقتي كتقيسيني بهذا الطريق عن القورة سناوسط هاد الورد قلتي لي يا بللي أجباتك هاد الفكرة ديال أننا نمارسوا الحب وصد الورد أنا كنقوليك لا ديري عقلك حبيبتي يقدر توقع لنا شي حاجة ورجعتي انتي تصوقف هاد طريق المعطر بريحة الورد وناحداك كنشم الريحة ديال نقاوف شعرك القصير كنبوسك في العنق ومورلودن وكتسلل يدي تحت الحواج كنقلب على النهود قلتي لي يا عندك حبيبي هكا ما غيباليش الطريق وانا كنقوليك غيري يحي خليني نتصرف قلتي لي كنبغيك وانا قلت ليك حتى أنا كتهود يدي تحت الجيبة وكتطلع مع الرجلين من الرغبة وانتي كتقولي لي يا لادريس ما كان قدش نصوق هكا طوموبيل خاوية وقف احدى شجرات مورقة صحابنا اللي سكنين في شارع سوسة كي عوموا في البحر قلسنا احنا بجوج على الرملة بعاد على النظارات المزعجة الاجساد ديالنا العارية كتنساجم في حمية متبادلة كيتشاب كرج لينا وكان عنقك من الخصر كان تلدد بالطعم ديال هاد اللحظة ومع القذف كان فيق من الناس حسيت بسعادة كبيرة بقيت واحد لمود دا عادة رجع الوعي ديالي الواقع اللي راني فيه سكوات داير بيا والضول باها تشعل بحل ديال ما مرام ركنس مع الصوت ديال الموتور فهد الليل البيضاوي وانا بحل ديال ما مع الحس ديال الثواني فهد طلمة مع الجمود ديال الوقت شنو كتديري وكيفاش وليتي وشنو هو العذاب ديالك انا عارف باللي ركي كتقلب عليا وعارف باللي ما غا تقديش تلقيني هكد استهد ليلة اللولة مرتدوشة اللولة ودازو الليالي الخرين كلها كالدور في العدم بحال لما كانت شو موجودة جاع في الليالي ديال 3-4-5 مارس اقتح مات الضجة ديال الموسيقى والأصوات المبحوحة ديال الشيخات الرطوبة ديال هاد المركز الحفلة ديال عيد العرش في الأوج ديالها بنسبة الرقابة البوليس اللي كيسكنو تحتنا في هاد البناية اللي رانا فيها حيث كنسمعو بالنهار أصوات ديال الدراري الصغار كنيلعبو طلبني الكوميسير البيرو ديالو للمرة التالتة مور المقابلتين اللي رخص لي فيهم اللول نكتب لوكالة الواليدة والهضرات ديالنا على الديموقراطية المغربية الجديدة طلب مني انجلس على الكرسي ولكن ما قال ليش رفع البانضة على عينيك حيث ما كانش ببحدو وخاسسي كيبان باللي كنتي في تولوز هاد المغربي اللي سولني هضرب الفرنسي وهو كاي يعرفي هضرب الفرنسي مزيان حيث هضرب بلالكنا وما دارش شد على الراء صوته صغير وفيه غنزوينة اه كنت تمة حتى انا ما كنت بعيدة على ديك البلاسة في بوردو واش بقيت تمة بزاف اه خمس سنين وشنو كنتي كتقرة تمة الاسبانية ورجعت بطبيعة الحالة المغرب وخدمت استاد ديال لغة الاسبانية مزياني اعرف الواحد بزاف ديال اللغة وكيفاش كتنطق الصحراء المغربية بالاسبانية نعم شنو صحراء المغربية بالاسبانية بالاسبانية كتنطق هاكا صعارة ماروكي امم ايو شفتي كيفاش كيصفر السين في هاد السمية اه السين في اللغة الاسبانية كيصفر شوية وقلا خاصنا نعينوك باشا علمدين تسمارة السيسين هاي هاي باشا قاح في سمارة كملت هدرتي مور ملاحظت باللي قبيلة سكتو شوية من اللي وقفت عنده لكن فقلت لهم ولكن في الجانوب ديال اسبانية خاصة في الاندلس كينطقوت مسين جاف بحال كي كينطقوه المغربة ركشد لسبانية مزيان لا ماشي بززاف شوية ديال المعرفة على الجانوب وشوية على مادريد فين كيسكنوش يوحدين من عائلتي دخلكم يصير من جديد ولكن هاد المرخ لاني حتى سليت هدرتي وش مبغيتيش تكون باشا على مدينة سمارة هما محتاجين لموظفين انا باشا ولكن انا مازال كان قصد الوضعية ديالي مازال ما اتطاد حادش وعلاجلا انت مذقف وحد الثقافة زوينا وكتعرفت لاتا ديال اللغات كان ضم بلي الوظيفة ديال الباشا خاصها تجريبة ايدارية وانا ما عنديش هاتتجريبة وزيد عليها نديجة موظف ما ردش علي الكوميسير ولك يخلى هادك اللي معاه يقول ليش كلمات وقال لي صافي بارك اليوم رجع على البلاستك واعيط على الحاج مر هاد المقابلة خفت لي حاول الكوميسير ينتق مني ولكن الوضعية ديالي ما تغير فيها والو كيستمروا الدقيق والسوايع والأيام وتزاد عند الإحساس ديالي بالبط اللي كيقلق الشعور بالسرعة وهاد السيمانات التقيلة كتدوز بلا سمك ولا ثبات ولا معنى بدون أي حاجة من غير السكوات ديالها وكنحس بالحزن من اللي كان فطارد باللي كانت موجودة شي مرات كنقول على راسي بسبب هاد العزلة والجمود يقدر نتحيد من السياق الاجتماعي فين كي عوموا الأصدقاء والأسراء والنضال والحركة والخدمة باش يرمي به في الخوة من هنا جات الضرورة ديال أني نتعلق بالذكريات اللي كنسترجعها بدون ملل وكتهزني مع هالأجواء أخرى مرزواجنا أنا ولوسيل والعودة ديالنا للمغرب خدمنا في 1973-1974 بعد بميتين كيلومتر على بعضياتنا هي كتقرر الفرنسي في الثانوية الوحيدة بأصيلة وأنا كنقرر الإسبانية في كلية الأداب بالرباط كأستاذ مساعد وكنت كمشي عندها في اليامات الأخرى ديال السيمانة وهد العام كان قاسح نقصوا علي الفلوس حتى توصلت بالخلصة ديالي لأول مرة في أبريل 1974 لوسيل ما قدتش تقلم على الوضع وكانت كتشكم زملاء ديالها وكتحس برأسها معزولة في مدينة صغيرة ومحافظة ومن غالقة على رأسها مدينة صغيرة ما كتقبلش على الطريقة الأجنبية في الحياة واللي ندامجوا فيها الأهالي ديالها أما العام اللي مراه يعني 1974-1975 فكانت كتب الشر بالخير حيث انتقلات لوسيل باش تخدم في الرباط وسكننا بجوج في واحد الشقة صغيرة مشمشة جاية في شارع سوسا كان بنتنا واحد دفاهم كبير ولكن القنط ما كانش كي خلينا نعيشو كما بغينا في هاد القرية الكبيرة اللي هي الرباط الفراغ الثقافي والمحيط الاجتماعي ما خلوناش نتجاوزو دك الشي فكانك نمشي ومن صديق الصديق وما كان عارفوش كيفاش نخرجو من الهدر على آخر فيلم سينما الزهوة والعراسات والسبوعات ومشارع العطال والنميمة والهدر في السياسة كتكون غيم عاشي وحدين قلال حيث كان خافوا من الودنين المفتوحة كنا كان خافوا من كل حيث ما غليطش بالقدر المطلوب فكنا بهاد الشي كان ريحوا الضمير ديالنا احنا الاشخاص اللي كان علنوا الانتماء ديالنا اللي يصار كان تاقدوا المحابات والفساد والتهاون ديالالإدارة والسياسة الاجتماعية والاقتصادية والقمع ديالالبوليس ولكن في نفس الوقت كان عيشوا تقريبا نفس اللامبالات ونفس السوبات الحلو وبنفس الكروش المنفوخة بحل الأفراد ديال الطبقة ديالنا المتوسطة يعني في الراخاء بلا بذخ كبير ولكن كان عيشوا مزيان وكان شوفوا من بعيد للخسائر اللي كتوقع قدامنا متصدقين ولا متصدقينش على المساكين على داك الشي اللي كيسبوه من روايح خايبة وحزن كبير وكانت لوسيل كتتحمل كتر مني وبقى ساوة كبيرة هاد الوضعية الراكدة واللي كانت كتتتعفن وكتخلينا نتتعفنوا معاها بنفس الطريقة اللي كيتعفن بها المال اللي كيبقى راصي في شي بلاصة وكيقيس قاع اللي قاسوا ما كناش كان ناضلوا لا أنا لا هي وخرجت من المنظمة من هار رجعت للمغرب وكانوا الرفاقاء العزاز في تولوز كيأكدوا عليها باش نتفارق مع البنت التروتسكية في المغرب والعكس ديال شنو كنت كانت توقعه قبل كان نضال الجماهيري اللي عالني في النقابات واللي في جمعية معارضة اخرى صعيب بزاف بالنسبة لمغاربة ومستحيل بالنسبة للأجانب وما استرجعتش العلاقة ديالي بالمنظمة حتى المايل 1975 واندامجت نهائيا مر العطلة ديال الصف واحدة من البنيات ديالها السرية الخالية وكنا كان نحتاجوا في هذه الخالية لحطياطات كبيرة ودقيقة والتقنيات باش نتلاقاوا مع بعضياتنا ما كانش خاصنا مشي وديريك تلذيك البلاصة اللي نوين تجمعوا فيها وكنا كان ندوزوا وقت طويل وحنا كان نناقشوا النصوص الإديولوجية والسياسية والتنظيمية كان كي غلبنا النعاس وحنا كان نقلبوا على الوسائل ديال الخدمة في الكليات بين الطلبة من خلال اتحاد الوطني لطلبة المغرب اللي كان منوعهم فكك وبين الأساتد من خلال النقابة الوطنية للتعليم العالي اللي كان تحت المراقبة القوية باش نوعيه الشعب من البلاصة اللي راح نخدامين فيها وتخليه حسب لما كيشدش صالير مناسب وبليك يعيش تحت واحد السلطة مضطهضة وخاص يرفض هاد الوطعية هدي أمور ماشي سهلة مع الأخذ بعين الاعتبار النتائج الضعيفة اللي كنا كان وصلوا لها ولكن علاش كنا كان وصلوا لها النتائج الضعيفة بساطة بسبب الخوف اللي كان سائد من القمع وهو محواج واقعية القمع والخوف وحيط كنا كان نشروا الأفكار ديالنا في واحد الوسط كانوا فيه الإصلاحيين ديال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحيط تقدم الاشتراكية عندهم واحد تواجد مهم وكانت الدروس ديالي في الكلية من جهة والنشاط السياسي ديالي من جهة أخرى كي يديوا مني وقته كله وما كيكفيش فكنت كنحس بواحد العياء كبير بسبب النقص ديال الناس والأخطر من هاد الشي كنت مرهق من الناحية المعنوية كنت كنحس باللي كان ضروف حلقة مفرغة وبلا فايدة ما كنحس بالتاشي حرارة ولا معارضة في الوسط الاجتماعي اللي كان من المفروض ننضله فيه النشاط السري ديالنا كيعزلنا على الجماهير عوض ما يربطنا بها وكنا مرغامين على هاد الشي بطبيعة الحال ولوسيل لوسيل بقت على الهامش وكنت كتشوف راسها بلا فايدة كتستنى بحالي لك تضيع وقتها وبحالي لك أنت غير مرغوبة من طرف المجتمع المغربي نوع من لا استقرار ونوع من الحزن وقدر من لا تفاهمه بزاف ديال الخيبات مدد على فراشي بحال ديما كنكمل الحساب نفس الثواني كتدوز وتعاود دوز وكتبدأ من جديد ما كان قدش نتحرك جسديا وثقافيا المخيلة ديالي حتى هي قاس هالعيام من الصفر الماضي أييت ما نعصرها ونعنق الأثار ديال الريح والأجساد اللي متكيه هنا يا مرمية بحال شي ميكات كيوقع وكنسمع شي مرات في الغرفة القريبة مني شوية ديال الهاماسات وشي مرات الضحكات هاد البوهالة ولا شدهم الحاج شنو غيقولو لأمور ما تسالا كل شي شي مرات كيجي الحاج بالسكوات كنتخيل الشبح ديالو كينقز على صبع رجليه وكنخاف علشنو غيوقع لهادو اللي كيهضروا كيوقف في الباب ديال شي بيت هادك اللي كيينف القند آه تونسيو هالحمير والله ونشد فيكم شي واحد غنمزق ليه الجلدة ديالرجليه هاده هو الحج موستاش صغير وعندو صوت غلغيظ ولكن كيكي يديرو كيسكتو في الوقت المناسب في الأخر ديال مارس شد الموستاش تلاتة ديال المعتقالين من الغرفة السوداء هادك اللي كينف القند ونفصل القلوار اللي كالناس فيه شدهم كيهضروا بيناتهم في ثلاثة ديال ليالي متابعة شدهم الحاج بكراهية بحل حمق الهاج بحل شي كل بقى سجل كيشد الكابلي ديال الضو كيضربهم في القدم ديالهم على الطريقة ديال الفلاقة كيضربوا إلهته ويحلف ومع كل ضربة كان كيحس هاد المجرم بسنيه كتنهش للحم ديال المناضيلين وكيبقوا يغوتوا واحد مور لاخر ومليت نفخات رجليهم وسال الدم طلق منهم ورجع لطمئنان للصدور المضطهضة المعتقالون فاقوا كاملين ديكليلوا وكانوا كيسمعوه ساكتين كيسمعو بخوف الموستاش كيشبع الشراسة دياله في طول تلتيام متابعة كان فيا ما يزيد يسلخكم لو كان مش فعلكم شي حججة ولا دلق مور هاد الحادث وانا غارق في السكوات ديال ديما بديت كنسترجعشي أغاني كنت كننغمها في الداخل ما قديتش نتفكر الأغنية ديالفلاح كلمات وموسيقى فبديت كنردد أندى لوسي جيان حتى عيد ورددت النشيد الأمامي وشي حاجة من جاكبريل لوسي لكتقلب كتحاول تعرف شي حاجة على الوضعية ديالي وكتطهله فأمي أنا متأكد من هاد شي وانا متأكد باللي ما قد تعرف ته حاجة ما دمراني هنا في هاد الطلام كنتاقل من أغنية الخرع نفتون بأني نتفكر منبانية وغبيت أمور ما قاسني بحلز هايمرل شوية دياللوقت هدي هي الأغنية اللي كنعودها بزاف حيث فيها دك الحزن الطويل اللي كيقيس الشفور ديال الجرارة دك الطريق الطويل بلا نهاية ذاتية ولا أغنية الإنسان الوحيد في البساطة ديالها والوجع ديالها الكبير في أبريل وفي التدواش ديالنا الماراتوني الثالث قديت نشوف في المرايا ديال الحجاج هاد شي من لمشى الحارس عن صاحبه وعلى شي حاجة بنت الراسي بيضمي الشمع وجهي من فوق وعرفت باللي راني كان غلاض بحالي لم أمتيقش دك شي اللي كان شوف كنت كان فكر فأني لبقيت هنا شهرين ولا تلاتة غاين قصل وزن ديالي بزاف وتخيلت راسي على الهيئة ديالهيكل اليهود وهم خرج من مراكز الاعتقال ديال النازية ولكن أنا وليت سمين رغم الضعف ديالي أنا كنت ضعيف بزاف إلا غيت مشيت بالزربة كان عيب حالي لجريت مئة متر مور القيلولة وكان دوخ ومع ذلك كان عارف علش كانت تنفخ بهذه الطريقة كان أكل النشويات بزاف وكان بقى بلاحة ركب حل الشجرة وهادشي كيقديل هاد النتيجة الليلة كان بنادم فيه السينتا ولكن أنا ما فيه والو وخاصني نقلل من النشويات وهو اللي كيعني أنه ما خاصنيش نبقى ناكل بزاف فواء سفاها للحمص في الأول ديال ماي سمعت الموسيقى ديال المتظاهرين والشعارات ديالهم وكانوا فيها الشعارات على الصحراء المغربية استولات على المركز ديال الاعتقال من مرهد تاريخ ديال اليوم واحد الحركة ماشي نورمال بدوك يعيطوا على المعتقلين المكتب لكم يسير بالزربة ونقلوني من البلاصة اللي كنت فيها بدو واحد الأمل الصغير في راسك يتوهج وهناك تبت لوسيل في المذكرة ديالها كان واحد الاستنفار قوي في الخر ديالها ديالسي مانا ولكن كان فيه الخدع بنوا من جديد سبعين واعتقلوا لكن ما كنتش معهم وكانت خيبة كبيرة بالنسبة لي كنت محمومة في البداية وحاولت ما نقتنعش بدك الشي اقتناع كلي لما يعني هذا الشي أني دوزت هذل ويكاند فوق الجمر سخون وكانت من نايدو زهد منعكسات باخير وكان فترض أن نقصتكو هذل خيبة كبيرة آه حبيبتي كانت خيبة كبيرة سدات علي الظلمة من جديد وما بقيتش قد نتحملها رجعوني البلاستي حاولوني تمبشي اخوي والطريق حيث أنا كنت كانت تمدد في الكولوار الأغاني ما بغتش تقبل اللحن ديالها ولا تقاسحها بحل الحجرة في الحنجورة ولا ما خرجوه شدابة من هذل بلاصة الخايبة فوقش غي خرجوهم من هنا ولا يخرجوا من هنا فين دوهم واحد النهار قلت له واحد الحاج بغيت نخدم يعني تكون عندي حتى أناش مهمة بين هذل اللي كي عاونوا في الكوزينة كي يجمعوا ويغسلوا الماء عن مور الماكلة وكانت تصور أنهم قادين على الأقل ينسوا شوية مرة مرة ينسوا شوية عوض ما يبقوا هكا كي يستنوا في الخوف كل صباح وكل عشية سوايا طوال بلا حركة وغنقض نشط الجسد ديالي ونوقف هاد السمنة اللي غادي فيها وغي يجيني لعيا في الليل والنعس بالزربة طول الليل الليل غي يولي ديالي كله حيث أنا دماما كان قد ننعس حتى ربعة سوايا كاملة وثلاثة أخرين في الفترة ديالي القيلولة أما الوقت اللي كيبقالي فكان بقى فيه فايق وميقوس كان ركز على البياض المهويس للبولة اللي كتبقى شعلا ديما واخا غنشوف بقوا الأيام كيفوتوا وانا كنست النومة كينوالو لدرجة أني نسيت هاد السيومة بقيتش كنفكر فيه كاع واحد النهار طلبني الكوميسير لواحد القاعة صغيرة أمليجة عندي لتم طلب مني نحييد البانضة على عيني شنوبغى مني هاد المرة صباح الخير السيسين كيدير لا بس صباح الخير السيلكوميسير كنحس بلايا قول لي هكا واخا عندنا شي صريحات مكتوبة بالعربية اللي معتقلين اللي ما كيعرفوش الفرنسي ففكرت مقطرح عليك الترجم داك شي لك داتي عليه إيلا بغيتي بطبيعة الحال واش ما شي طلبتي منا شي خدمة آه فعلا هات الشي نقدرون ديره احنا وانت ما شي ضروري تقبل ما شي مشكيل بغيت نخدم هات الخدمة فرحت بزاف حيث ما غنبقاش مربوط وبلابا نضل مجموعة ديال الصباحات غنقد نشوف الحوايج ونحك عينيه على خاطري فوقاش مما بغيت وغنبقى نطلب منهم لمشي للطوالد وما غيقدوش يرفضولي الطلب ديالي غنقد نبعد شوية على الافكار الكحلة ديالي وغندير واحد النشاط فعلي مافكرش فأني غنعاون هوم وكده هاد شي ما كانش في بالي كنت بغيت نحس بالراحة نقلس عيواض ما نبقى هكا مدد في الارض نعمر الدقيق بواحد النشاط يحسسني باللي راني موجود كانت القاعة اللي كان انجلس فيها فيها جوج كراسة ووحد الطاولة فاطلب مني الكوميسير انجلس على واحد الكرسي ونبقى مرتاح في الطاولة وجاب لي النصوص اللي خاصني انترجمهم وخلاني تمامع واحد الحاج اللي بقى قالس وساكت على الكرسي الاخر كانت منالك توفيق في خدمتك وماشي ضروري تزرب غيب شوية عليك خرجوا خلال الباب مفتوح مراحة النقاشات ديالي مع الكوميسير كلها كانت بالفرنسي وكنت كان حسب للمسألة بالنسبالية هي مسألة مكانة وشعور بالانتماء لطبقة المفروض فيها تكون راقية وعلى كل حال قال لي ماشي ضروري تزرب وهد شي يعني انه غم بقى مستمر هنا المدة طويلة مع لي غين صبر ونخدم وهكا شديت الكرسي ديالي فراحة وبديت كان قرط صريحات المكتوبة بالعربية لاحط بالاسمية ديال الكاتب مش طبين عليها كاملة مزياني ديال البوليس شوية ديال الممارسات السرية كام بويانا هد شي طبيعي حيث اصلا هد المركز السري بما ان الحجاج حتى هما في سرية الشرطة القضائية عارف راسها كتخال في القانون ذاك شي علش كتخبي الاعمال ديالها والتعذيب اللي كتمارس الاساليب دياله قبل ما انسالي القراية ديالي شفت على جنبيم جهة الحاج وحييته بود وكنت مستعد بنسحب هاي لقطة بحجبانه ولكن هو العكس بتاسم عندي لابس ولدي شوية شكرا ما كانوش عند الحاج لكي رقبني شي قسامات رقيقة ولكن الابتسامة دياله خلته ابان ضريف راجل كبير صمر عنده ديك الربعين ولا الخمسين في عمره تخلى على الصورة دياله كمراقب قاسح بالفضل ديال الابتسامة دياله ولبس مظهر لأب ديالعائلة وكملها لارتو معايا لقلاس على الكرسي زوينه اه بزاف فاش كنت يخدم قبل ما تشد كنت استاد استاد ميهنة زوينه فين فكليت الاداب ديال الرباط شنا هو وين يا احمق انت اش دك تدافع لشي فقارة اللي كان عرفه وان الواحد منك يكون فقر ما كيلقم ايا كركين وضيغوت ولكنت لا عجب واش كانت عندك الطوموبيل اه كانت عندي وحدة ايها ايها يومك النقص كوالو استمر النقاش قدام الحراد للبوليسي الدريف اللي حاضيني بقاك يسولني على التمن اللي شرت به الطوموبيل واش كانت كازيو ولا جديدة والحي اللي كان سكن فيه والعائلة ديالي ومراتي عندك شي دراري لا ما عنديش دراري ايه احسن لك هكا غتكون مرتاح حسن داد تعارف بيني وبين الحارس في اللي مراها وكلام الركنونا كان هضروا بيناتنا وهكا حكا لي واحد القصة معقدة على واحد طوموبيل كازيو بغي شريها وعلى المغامرات ديال صحابو البوليس المبليين بالشراب ولكن استغربت من اللي بقاك يهضر لي على أولادو اللي ما زال كيقراو بغنخليهم شي كملوا قرايتهم لا علاش؟ كيفاش علاش؟ هيتما بغيتهم شي يدخلوا للحبس بحل لا لا ماشي قاعد طالبك يدخلوا في هاد السياسة ديال الاحتجاج انا ميقم باللي السبب دياله الشي كامل هو القراية مزيان يبقى لو واحد ما عارفش وفي النهار الاخر بقى كيتشكا حيتمداش التعويضات دياله على الفطرة اللي دوزها في المقاومة تم بزاف ديال الانتهازيين اللي كيقولوا على رأسهم مقاومين من اللي بلهم باللي القضية ديالنا غتربح كي يستغلو المفسدين والمرايقية وصحاب الريوس الغليظة ومدى بك يراجعوا قاعد شي باش يحدوش كون هو المقاوم ان شاء الله قريب غيبان الحق كانت فائل في اخر المطاف هاد السي البوليسي وكي يجيني غريب نلقوا الجانب الانساني في المهمة الوحشية للبوليس كانت ننظر الويد ديال كافية لدك شي وهاد الشخصية الانسانية قادت واللي بنفس السرعة الوحشية فاقد الإحساس وتحول نظر الويد ديال تكشير ديال الحقد خف علينا الضغط في المعتقل السري مور مخرجات المجموعة الستوستين انقص الضرب وانقص صبان والصدع وبدأت لمناقشات بين الحراس والمعتقلين خاصة على إشكالية الإله الحجاج كانوا قالوا لهم باللي احنا ملحيدين فكي حاولوا يحاصروا اللي كي يناقش معهم في هذه المسألة وكي يبغيوا يعرفوا أنا ما كنتش كان ساهم نهائيا في هذا النقاش الفلسفي كم بقى ساكت اللي لا قصدوني ديريكت في الهضراء باختصار كنا ديما مربوطين بالبانضة ديالنا وهما بالعصاد ديالهم ديما ما بقتش العلاقة ديالنا علاقة كراهية وإنما ولوشي مرات فنهار الحد كي بقوا نوضونا باش نديروا الحركات الرياضية تحت الأنظار والدعابات ديال الكوميسير والمساعدين دياله كانوا كيف يفكل لنا ليدين ولكن كي يخليوا لنا البانضات حيث هيما كانتش كتعرق لنا بالزاف ملي كان بقوا نجريوا جماعات صغيرة فشكل دائري وحيث كنا مولفين هالمدة طويلة أما التحقيقات فكانت تتسالاتش حال هادي وكل شي كان كي يستناشي حاجة يقدر يتسالى هاد الكابوس اللي دوزنا فيه شهور طويلة دخلي ونيو ودخل معه الصيف فقربات الفطرة ديال العطلة المدراسية والشمس والبحر وهنا كي تجيب بدلي بحال شي لاستيك ما كيتسالاش واش عندهم شي نية ديال انهم يتلقونا في هاد الصيف حددت مع راسي وبصورة اعتباط هي التاريخ الاقصى باش ينقلونا للحبس واللي هو شهر سبتمبر وقلت مع راسي انه بقى تلت شهور فبديت كنحسبش حال بقى ديال السوايع والدقايق والثواني حبيبتي شنو غديري واش غتمشي لفرنسا انا كنشوف باللي خاصك تمشي يقدر يعاونك هاد الشي باش تبدلي الافكار ديالك داز يوليوز مظلم كنستنى ولكن ما تبدلات التحاجة ما بقاش تمال اثر ديال البرد بطبيعة الحال دخلات الحرارة ديال الصيف كنتصور ديال الحرارة اللاصقة مع الحد ديال الكلوار اللي راني فيه والشعاع اللي كيختارق الكوة الصغيرة ما كيهودش عند المعتقلين وانا استغلي الترخيص ديالي بالجلوس على فراشي ونرفع شوية البانضة على عيني باش ندوز السوايع وليالي كاملة كنفلي في الفراش كنفضل نقاوم الرغبة ديالي في النعاس وقتلقيلولة باش النعاس في الليل ومرة مرة كان بقى نحسب القمل اللي لقيتها وقتلتها اكتر من مية وخمسين قملة في الغطايات بثلاثة وهد العملية كل شي كان كيديرها تقريبا حيث كتخلينا قالسين وكيبقوا الحجاج كيضحكوا علينا خاصنا نمنعوا عليكم هاد الشي حيث كتقتلوا القمل ديال المخزن العكس خاص هم يخلصونا حيث كنقتلوا هم هدل وسخ اللي كيدر شنا هو مخزن عنده الوسخ وقيل انت كتقلب على شيص الخفاء على تارك نهار 13 غوش 1976 دازت 7 شهور دوزتها في السرية ونهار 14 دخلت في الشهر الثامن وماسبق ليش في حياتي وتبعت لأيام بهذا الدقائق وهذا الدقة وكيبان باللي ما كانش انتقال الحبس في هاد الشهر ديال غوشت شنو غيجيب لنا سبتمبر المفاجأة الصارة وقعت نهار 15 غوشت دخلت الناشاط السخون اللي وقع في شهر ماي فاستولى على المركز وعلى ثلاثة ديال الدفوعات متابعة قد دينا نخرجوا من الكابوس وهكا خرجت المجموعة اللولا نهار 23 غوشت أما اللي بقوا فدوزنا ديك الليلة صهرانين كانوا الحجاج ديك الليلة كيضحكوا معانا ولو إنسانيين من غير شي وحدين قلال وجانا لعجب حيث ولينك نسمعوهم كيشجعوا ويضحكوا بلا ما يبقوا ويهدوا بالأعصادية لهم وكانوا كيعتاضروا قاع مهار 14 غوشت عيطوا على الفوج الثاني وهذا المرة حتى أنا كنت معاهم في الصباح بكري بدت توقيع على المخاضر البوليسية فكان كل واحد كيوقع بالبانضة على عينيه مربوط من يديه يعني بلا ما يقد يشوف على ياش كيوقع أما أنا فجأ عندي الكوميسير ويدار معايا واحد الحاجة ما كنتش كنستناها ولا حاولي يلعب معايا اللعبة ديالشرعية فكلي من يديه ورفع البانضة على عيني واعطاني ذاك العطيراف اللي كنت كتبته قبل تحت الأوامر دياله وانصح ننقراه بشوية اليوم ارتاح البال ونوقعه من بعد فوقعته ديرك تحت ما كنت بغين لعب أما اللي ما كيبغيوش يوقع على المحاضر حتى يقراوه فكيعدبوهم وهو اللي وقع الزين عين مباشرة مور التوقيع أعطاولينا الحجاج حويجنا المدنية وحنا سلمنا لهم الكاكي ديالهم جاب لنا الجبلي اللي كنا كنسميوه الشاف قاعدك شي اللي كنا خليناه عنده نهار دخلنا مهما كان صغير وتافه مع هذيك العشرة ديال الصباح طلبوه مننا نوقفوه ونذيرو الصف واحد مور واحد وركبونا في ثلاثة ديال استافيطات مربوطين وعندنا البانضات على عينينا خمسات دقيق مور هذي شي ووقفوه دوك استافيطات في ساحة المحكمة الابتدائية في كازا وبدأو الحجاج كينزلونا وكيعيطونا بالنوامر يعني رحنا مازال في السرية وما خلوناش نحيدو البانضات ولا يفكو لنا يدينا احتدازو بنا من واحد الباب ما خلوناش حتى نهضرو مع بعضياتنا قبضنا في الضروش فرحانين وكنحكو عينينا بحرية وكنحركو دراعنا لأقصى حد دزنا واحد مور لاخور من ديك البلاصة اللي بل بحلا كاب ديال المحكامة طلعنا في الضروش ودخلنا لواحد القاعة في نقل لنا واحد السيد بتركيز بلي ما بقيناش في اللي الدين ديال البوليس ولكن شنو كيديرو الحجاج معانا وعليش ما كيخليوناش نهضرو وزاة قل لنا بليغا وقفو قدام قاضي التحقيق وعندنا الحرية نجاوبو على الأسئلة دياله ولا ما نجاوبوش عليها حتى يحضر المحامي في وقت آخر دخلونا بالنوبة عند واحد البيرو فيه جوج موظفين سيريو باش نسجلوا السمية والكنية والوضعية سلينا الإجراءات مع ديك سبع ديال لاشية ومراها دخلونا الحجاج من جديد في السطافيطات الصغيرة فارضين علينا الربيط والبانضة وهك كم شنال الحبز كانت القلوب ديالنا كتغمرها البهجة والأمال ديالنا محفزة بنتي من جديد من هر 32 غوشت وغنقدو نكتبو البعدياتنا وغا تقدو انت تعرف شنو كندير في حياتي والعواطف ديالي أنا مازالة حتى الضمار العصبي اللي دارها الخبر الزويل وأنا كنت سنن نشوفك كانت الإرادة ديالي كلها وصطافيت غاديا بين الحبز كتحدد دك الوقت اللي غيتلقاو فيه العينين ديالنا ويتلقاو فيه الذكريات ديالنا غتلقاو الجزء العاشر على قناة زاوية أخرى خليشي كومون تير تلقاو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة